ومن مناسبة قدمت السيدة جينين بلاسخارد مثالا محبطا لمن يفترض أن يكون ممثلا للأمم المتحدة ويتذكر العراقيون موقفها من احتجاجات تاشرين عام 2019 خلال إحاطتها الضعيفة التي قدمتها إلى مجلس الأمن حينها وتغاطت فيها عن سقوط مئات الضحايا واعتبرت الأمر مجرد صدامات بين محتجين وقوات الأمن وليس أقل منه إحباطا موقفها اليوم الذي أعلنته من الهجمات التركية والإيرانية على الإقليم والذي أودى بحياة عشرات الأبرياء فضلا عن أنه اعتداء على سيادة وحرمة دولة جارة السيدة بلاسخارد اعتبرت الأمر لا يعني الأمم المتحدة في شيء وإنه يعني الإقليم والعراق ومن الغرابة أن تصارح ممثلة الأمم المتحدة المنظمة الدولية المعنية الأولى بمشكلات العالم الأمنية بمستوياتها كافة بما يؤشر عجزا واضحا للمنظمات وعدم اهتمامها وتنصلا صريحا عن مسؤولياتها بطريقة غير مسؤولة إن كلمات بلاسخارد خلال ملتقمير حول الشرق الأوسط تعطي الضوء الأخضر لتركيا وإيران للتماد في اعتداءاتها قد لا يكون إقليم كردستان دولة لكن مفهوم الدولة مذوب في نص وروح مواثيق الأمم المتحدة التي عنونت نفسها بأنها اتحاد أمم وشعوب وليس دولا وهذا ما يجعل حماية إقليم كردستان ضمن مسؤولياتها التضامنية المنصوص عليها في مواثيقها تقول بلاسخارد بشيء من الاعتداد أنها تلقت طلبا بمعالجة مشكلات هجمات إيران وتركيا ولكن أجابتهم هذا ليس باستطاعة وغريب أن يصدر عن موظفة كبيرة في الأمم المتحدة مثل هذا الكلام الذي يفتقر إلى الدقة فالأكيد أن الطلب لا يعنيها شخصيا وإنما أن تكون مخلصة في نقل الصورة إلى الأمم المتحدة لتراجع ممكناتها التي تتعدى الإدانة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع وتدعو بلاسخارد العراقيين إلى أن يكونوا أقوياء داخليا وتقول إن هذا مهم جدا لكي لا تظفر بنا الجهات الخارجية ومع افتراض أن العراق كان قويا موحدا فما المطلوب في حالة كهذه أن يشن العراق حربا ضد الدولتين وهل باتت الأمم المتحدة تعالج مشكلاتها بهذه الطريقة؟ المؤكد أنه حتى في حالة قوته سيلجأ إلى الأمم المتحدة لتمارس دورها وتوقيف الاعتداءات أما بخصوص القوة الداخلية فالخالة بلاسخارد أدرى بالبيري وغطاءه